اشتركوا في القناة 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 في الحمل اللي هو اللي أساسا هو صاحبه وبدي يتراجع فيه وهذا إلو علاقة بالحمل إلو علاقة بالجيوش والعلاقة بالقدرة العسكرية وقرارات سياسية وإلى ما لنهاية والمريخ إلو علاقة بالنار وبالحرب والأمور هاي يعني برضو نفس الاشي بدي يتراجع في بيته وفي نفس اللحظة رح يرجع يشكل الزوايا الخطرة اللي موجودة أساسا كلها بالجدي مع بلوتو مع المشتري مع زحل وهاي التشكيلات رح تسبب وخصوصا اللي مع بلوتو تحديدا هي اللي رح تكون الأخطر المشتري إلها علاقة بالاقتصاد زحل إلو بالأحداث المفاجئة ولكن مع بلوتو إلو علاقة بأشياء عنيفة وأشياء مفاجئة وصادمة على كل المستويات وصلت المعلومة طيب خلينا نبدأ الآن توقعاتنا مع برج الجوزاء طبعا القمر موجود أو الشمس موجود في بيتك الرابع وهذا تربيع مع برجك صحيح إنه مش بيت حليف لا إلك ولكن برضو بدعمك على مسائل إلها علاقة بالبيت والعائلة إلها علاقة باهتمامات زي تصليحات، ترميمات، اهتمام بمشاكل عائلية أو ترتيب وضع عائلي معين ممكن تظهر بعض الخلافات أو النقاشات عند البعض ولكن ممكن تجد حلول لبعض المشاكل والتقارب العائلي بصير أعلى بالفترة هاي أو صير إلكوا اهتمام بمسائل عقارية زي شراء بيت، استيجار بيت، ترحيل من بيت لبيت اهتمام بسداد ديون إلها علاقة بالعقارات ممكن اهتمام حتى بفرحة أو خبر مفرح إلو علاقة بأحد أفراد العائلة أما بالنسبة لعطارد، عطارد طبعا موجود في البيت الرابع يعني كان يعطي نفس تأثيرات الشمس ولكن كان يعطي قدرة على التحليل قدرة على الإقناع، قدرة على توجيه الكلام الآن بدو ينتقل للبيت الخامس رح يعطيك دفعة إيجابية على المستوى العاطفي فممكن تقنع أشخاص بعاطف جديدة، حب جديد ممكن أنك تطور علاقة ممكن تستغل مواهبك بالفترة هاي بشكل إيجابي وتعززها ممكن تهتم بمسائل تعرف على علاقة جديدة أو تدخل بعلاقة جديدة برضو بساعدك على أمور له علاقة بالتواصل، يعني مهارة عالية وقدرة عالية جداً على تنقلات، الرغبات، النزوات، الانطلاق بكل أنواعه أما بالنسبة للزهرة، طبعاً الزهرة كانت في البيت الثاني ما كانت حليفة وقوية، صحيح جابت بعض المساعدات المالية أو حلول لبعض المسائل المالية بالفترة الماضية أو أنقذتك من أكثر من ورطة مالية ممكن جابت لك في لحظات أنه كانت الأمور مسكري وفجأة فتح أبواب له علاقة بالمال صحيح أنه كان في مصاريف أو كان في دفعات ومرهقة الفترة الماضية الآن رح تنتقل الزهرة للبيت الثالث وهاي رح تعزز أمور له علاقة إما بسيارة، يعني رغبة بامتلاك سيارة أو شيء له علاقة بالتنقلات والاتصالات يعني إما عمل أو اهتمام في هاي المسائل ممكن كميكانيك، ممكن كسفر، ممكن كتنقلات، ممكن كإقناع أو تراسل مع شركات لأجل التوظيف كلها هاي فيها على حسب تخصصك، على حسب حقل حياتك ممكن تهتم فيها بالفترة هاي وتكون مناسب إليك برضو بتدعم على مستوى الدراسة، على مستوى الامتحانات الأشخاص اللي بيشتغلوا في مجال التسويق رح يبدعوا بشكل هائل جدا بالفترة هاي الفترة هاي إيجابية ودعمة بقوة لإلك فحاول أنك تستغلها بالكامل أما بالنسبة للمريخ، طبعا المريخ اللي موجود في بيتك 11 ورح يكون ضاغط على مستوى علاقاتك خيبات الأمل، تعري أو تعريت أصدقاء كانوا يوهموك أنهم هم أصدقاء بالفترة هاي يتعروا بالكامل يبينوا أنهم عبارة عن موجودين كمالة عدد في حياتك وبرضو مشاكل وخلافات وتصفيت بعض الأصدقاء من الحياة وبرضو بيدفعك لنوع من أنواع المغامرات أو الاندفاعات اللي ممكن تمارسها أنت وبعض الأصدقاء أما بالنسبة لبيتك الثامن، طبعا الجدي وهو عندك ثلاث كواكب مثل ما كانت بالأسبوع الماضي نفسها هي هي بتتراجع فهي بتجيب ضغوطات على مستوى الأموال المشتركة أموال ما بتعود لك يعني أموال الزوج، أموال الزوجة، أموال شريك، أموال بنك، قرض، ميرات، نفقة أشياء زي هي كلها بتتركز عليها في صعوبة إما بتحصيلها أو مصاريف زيادة بتتعلق فيها في برضو بعضك ورح يتعرض لبعض المصاريف اللي بتيجي بشكل مفاجئ اللي إلها علاقة يا إما في البيت يا إما مصاريف صحية أما بالنسبة لنبتن، نبتن له علاقة بالسمعة والعلاقة بالعمل فهو بوهمك بعض الأمور ممكن أنك تشك في بعض الأشخاص أنهم بشوهوا سمعتك أو بتآمروا عليك أو بيعني برسم لك أشياء خيالية مش منطقية يعني شوي بدك تحاول تركز فيها بشكل جيد عشان تطلع من عبئها أو من ضغطها هاي شوي توهمك بأشياء مش موجودة عشان هيك لازم تتأكد من كل إشي بدور في مخك إلو علاقة بالسمعة، تشويه السمعة، العمل، زملاء العمل، رؤسائك بالعمل هدولة بدك تحطهم تحت أو بين قوسين على أساس التركز أنه أي وساوس بتيجي اتجاههم لازم تتأكد منها قبل ما تحكم عليها عشان ما تتسرعش أما بالنسبة لأورانوس، أورانوس في بيتك 12 وهو بيأثر على بيت المتاعبات بيجيب لك المفاجآت، بيجيب لك مشاكل مفاجئة، بيجيب لك أعمال صعبة مفاجئة بيخرب عليك إشي إلو علاقة بالعمل بشكل مفاجئ برضو في نفس اللحظة بيعمل تطورات على المستوى الصحي أو جاع، آلام، ظهور بعض الأعراض ممكن بعضكو تكون التعب مش إلو ممكن يكون لأحد الأحبة أو أحد المقربين لإلو خلينا نشوف تأثيرات القمر إيش رح تعطي هذا الأسبوع مع اللي إحنا ذكرناه من تأثيرات الكواكب فهي أول فترة رح تكون فيها نوع من أنواع الإيجابية بعدين شوي صعوبة، بعدين إيجابية، إيجابية يعني وهيكي رح يكون تقلبات هذا الأسبوع من مساء الخميس اليوم القمر صار في الحمل حتى صباح يوم الأحد بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا لأصدقاء منكم ممكن يشارك في حفل أو مناسبة سعيدة ممكن تعبر عن آراءك بحرية وجراءة بتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة بتسكنك أحاسيس متناقضة لكنها فترة مناسبة إلى التحالف ولمد يد العون للزملاء أو هم يساعدوك في أمر ما من صباح يوم الأحد القمر بصير موجود بالثور يعني بيت متاعبك حتى مساء يوم الثلاثة وهاي الفترة بتطلب منك عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وإنجاز ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم لا توقع على عقد وما تبدأ عمل جديد هاي فترة فارغة من الحظ حلل الأمور بهدوء وابتعد عن الأضواء لا تقرر على شيء عشان ما يخيب أملك هاي الفترة تعتبر من أسوأ أيام الشهر من مساء يوم الثلاثة القمر بصير في الجوزاء عندك وحتى صباح يوم الجمعة بتصيروا قادرين على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير من أعمالكم بتكثر المشاريع وبتختلط الواجبات أهم إش إنك تكون جدي وموضوعي في تنظيم الأمور حدد أهدافك وأولوياتك باستطاعتك استعادة الموقع وإنجاز الكثير من صباح يوم الجمعة القمر بصير موجود بالسرطان حتى عصر يوم الأحد تم فرصة لمكسب من عمل إضافي مالي من عمل إضافي منكم ممكن يسترد مال بيعود له أو يحصل على هدية خففه من النفقات ممكن تناقش موضوع تمويل أو قرض أو ممكن تحصل على تسوي اللي أنت بتحلم فيها تفتح أمامك أبواب الحوار والنقاش البناء برر مواقفك ووضح أي سوء تفاهم بالفترة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الأسبوع والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء